على صعيد آخر قام أعضاء من لجنة الأراضي المقدسة بزيارة تضامنية إلى فلسطين ليكونوا قريبين من إخوانهم وأخواتهم في المدينة المقدسة وقد جاءت هذه الزيارة للإشراف على المشاريع التي تديرها البطرياركية اللاتينية والممولة من قبل جمعية فرسان القبر المقدس حيث اجتمعت اللجنة مع موظفي البطرياركية والأساقف والكهنة وزاروا عددا من المؤسسات التابعة للبطرياركية بينها مركز القديسة راحل للأطفال المهاجرين في القدس ودار المسنين في بيت أفرام والمدرسة الإكليركية في بيت جالة ومدرسة البطرياركية في بيت سحور ووصفت الزيارة بأنها كانت رائعة لأجل دعم مسيحي المنطقة والحفاظ على وجودهم في الأرض المقدسة